هل يؤثم العبد إذا ترك صلاة الوتر تهاوناً وتعمُّداً مع قدرته عليها؟ صلاة الوتر أمرها عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام وصَّى بها وصية متكررة وحثَّ عليها حثَّاً متكررًا ورغب فيها صلوات الله وسلامه عليه وما تركها صلى الله عليه وسلم في سفرٍ ولا حضر فينبغي على المسلم أن يُعنى بهذه الصلاة وأن يحرِص حرصًا تامًا على المحافظة عليها فإن وصية الرسول صلوات الله وسلامه عليه فينبغي أن يُحافظ عليها لكن التأثيم لا يُؤثَّن بالترك وإنما التأثيم يكون في ترك مفترضه الله سبحانه وتعالى وأوجبه على عباده لكن ينبغي على المسلم أن يحرص حرصًا عظيمًا وهذه النوافل والرغائب لها فوائد عظيمة جدًا على العبد ومن أعظم ذلك أن تجبر ما يكون منه من نخص في أدائه للفرض ويكون بها كمال دينه وتمام إسلامه وتعبده لربه سبحانه وتعالى شكرا